إلى قطاع التربية الآن حيث تفاجأ العديد من تلميذ في عدد من ولاية الوطن صباحة اليوم الأربع عند التحاقهم بمقاعد الدراسة بأبواب مدارسهم موصدى في وجوههم بعد قرار وزارة التربية الوطنية وهذا يوم أمس بتمديد العطلة الشتوية لثمانية عشر يوما بعدما كانت محددة بعشرة أيام في وقت سابق وهو ما خلف دهشة التلميذ وكذلك أوليائهم بمثل هكذا قرار والذي دائما ما يذهب التلميذ ضحية له مزيد من التفاصيل في ميكروفون وليد ميهاجري جينا البرح ما قالوا نشب اللي كاين عطلة بس أخذوا كاين روحنا قالوا نشب اللي كاين عطلة قالنا العساس ولينا طفوفوا مفسوعة ألا نقولون أنها المنقبلين و ليست قو 레�فنين في القرآة و عليه السبب سأخذون أن تعيدنا العساس و الأضعاد تلميذ والذي وقد يقولون أنهم طفوفوا كيف كانت؟ تلميذ والضحيه و تفو رفين غرحوا نفس الشخص يقولون أنهم غرحوا نفس الآخروا اشتركوا في القناة